إيران تعودت على الصدمات ويعني الإيرانيين قاموا باغتيال عشرة من العلماء النوويين الإيرانيين وكان آخرهم محسن فخر زادة في قلب العاصمة طهران إذا كنت تذكرين تم سرقة الأرشيف النووي الإيراني بكامله وخرج علينا بن يمين نتنياهو في مؤتمر صحفي عرض عن إنجازات الموساد الإسرائيلي وأجزة الأمن الإسرائيلي وكيف قامت بعملية التهريب وإلى آخره واستمع كل الرأي العام العالمي للرواية الإسرائيلية وأشار بإصبعه إذا كنت تذكرين في المؤتمر الصحفي إلى محسن فخر زادة وقال عليكم أن تتذكر هذا الاسم يعني حتى أنه تصوري أنه أجهزة الموساد الإسرائيلية قامت باختطاف عدد من ضباط استخبارات الحرس الثوري الإيراني وتم التحقيق معهم في طهران وتم بث اعترافاتهم عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وشفتي أنت العمليات التي قامت فيها إسرائيل على وجه التحديد من اغتيال أكثر من 36 ضابط من كبار قيادات الحرس الثوري الإيراني في سوريا وفي قلب العاصمة طهران تمت عمليات أخرى ممنهجة عمليات تخريبية استهدفت منشآت ناتانز ومنشآت عسكرية وقواعد للصواريخ والطائرات المسيرة وبالتالي تعتقد أن الرد لن يكون بحجم الضربة هل تعتقد أن الرد الإيراني لا 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 الرد المتوقع طبعا الرد الرد أنا بقول لك الرد الرد المتوقع يعني يعني زي ما قالوا باغتيال قاسم سليماني قال إيران سوف ترد من خلال وكلاها وأذرحها الموجودين في المنطقة وبالتالي هذا لن يحملهم مسؤولية المواجهة المباشرة صحيح لكن اليوم هل تستطيع إيران فتح جبهات على نفسها في لبنان في أيضا في العراق هل بإمكانها فتح أكثر من جبهة واليوم نتحدث عن عمليات اغتيالات اغتيالات لقيادات لمسؤولين من الصف الأول هل اليوم إيران جاهزة لفتح هذه الجبهات عبر أذرعها كما ذكرت طبعا ريمي سؤالك مهم هي مفتوحة هذه الجبهات لكن هي ملتزمة بقواعد الاشتباك عندما تم الهجوم على البرج 22 في الأردن وحزب الله العراقي تحمل المسؤولية إطلاق الطائرات المسيرة على هذه القاعدة تبرأت إيران من ذلك ووصفتها بالجماعة المنفلتة وتعهد حزب الله العراقي في بيان له أنه حتى إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بأي هجوم عليهم فلن يقوموا بالرد يعني أنا قبل ما أدخل على الستوديو كنت بتابع ريمي الصحف الإيرانية يعني حول موضوع اغتيال هنية إلى دراما يعني شوفي أداء اليمين بلون المقاومة يوم فلسطيني في إيران إيران وفلسطين وحدة الدم يعني وحفا وكأن الأمور قد تحول إلى عملية ناعي لمقتل إسماعيل هنية على الرغم من أنه ذلك يمثل انتهاك كبير للكرامة الإيرانية يعني شخص يقوم بزيارة رسمية إلى طهران ويتم اغتياله وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني دلالة هذه العملية أنه الآن قادة وكلاء إيران الموجودين في المنطقة رح يتخبوا في الأقبية رح يتخبوا في الأنفاق لن يجرأ أي شخص على زيارة طهران بشكل علني ولا حتى بشكل غير علني ممكن يقولهم اسمعيل قآني أنا باجع عليك وأنتم لا تيجوا علينا مثلا على سبيل المثال قيادات إيرانية الحرس الثوري خامني معناته الإسرائيليين على ضوء ذلك ما تفضل فيه العميد قبل قليل عن حجم الاختراق والمعلومات الاستخدارية الدقيقة عن الاستطلاع والمسح الفضائي وجود مصادر ميدانية موجودة على الأرض هذا يعطيك حجم الاختراق للمؤسسات وأجهزة الأمن الإيرانية ونحن هنا بدنا نستذكر شغلي فقط تقطع أخيرا هو لما طلع علينا الرئيس السابق أحمد نجاد قال أنه تصوروا أنه مسؤول التجسس في وزارة المخابرات الإيرانية مسؤول التجسس ضد إسرائيل هو طلع عميل للمخابرات الإسرائيلية فتصوري حجم الاختراق وطبيعة الاختراق حتى أنه طائرات مسيرة شبحية تنطلق من مناطق عديدة من طهران تقوم بالقصف ثم تعاود مرة أخرى الرجوع مرات عديدة لقصف منشآت عديدة ثم تعود أدراجها إلى مناطق جغرافية متعددة على الرغم من طلب إيران الحصول على تقنيات والحصول على مساعدة من جانب روسيا والصين إلا أنها لم تفلح في نهاية المطاف في حماية أمنها الداخل لإيران وبالتالي هو انتقاس لكرامة إيران لامتهاء أيضا لصورة إيران إنها هي التي تدافع عن وكلها أو أذرها هي لا تستطيع في هذه اللحظة حماية نفسها ترجمة نانسي قنقر